ابرز المرشحين لخلافة البغدادي سنستعرض سيارهم الذاتية ونبدأ بالرجل الثاني في داعش ابو علاء العفري فمن هو التقرير التالي والتفاصيل الرجل الثاني في قيادة داعش والذي يعرف بابي علاء العفري هو عبد الرحمن مصطفى القادولي عراقي الجنسية وهو من تركماني العراق ويعرف باسم ابي علي الانباري او ابو ايمان عينه البغدادي نائبا له بعد قتل العقيد سمير الخليفاوي المكنة بحج بكر يشغل العفري منصب رئيس مجلس الشورى في داعش ونائبا للبغدادي واشارت معلومات غير مؤكدة بان العفري هو ايضا من يرأس عمليات التنظيم العسكرية كان يعمل مدرسا للفيزياء قبل تركها للانخراط في العمل العسكري عاش في بلدة تل عفر العراقية قرب الموصل ثم انتقل الى افغانستان عام ثمانية وتسعين حيث عمل مع زعيم القاعدة السابق اسامة بن لادن واكتسب ثقته بعد عودته الى العراق عمل لسنوات اماما وخطيبا في مساجد عدة بمحافظة نينوى بعدها انضم الى تنظيم انصار الاسلام عام الفين ثم بايع زعيم القاعدة في العراق اهنذاك ابو مسعب الزرقاوي عام الفين واربع وترقى في سلم المناصب فتولى الاشراف على الافتاء في التنظيم حتى عام الفين وثمانية ثم ترقى ليصبح رئيسا لمجلس شورى التنظيم عام الفين وعشرة في منتصف العام الماضي ذكرت وزارة الدفاع العراقية انه قتل في غارة للتحالف لكنه لا يزال على رأس قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة بمكافأة تصل الى سبعة ملايين دولار امريكي ترجمة نانسي قنقر